يعني انا عايز اقول حاجة اولا انت عايزين يعرف كل واحد معياره لدخول القائمة دي ايه هل في معيار ثابت اصلا من الولا هنفيش معيار ثابت المعيار هو تصويت المصوتين نفسه يعني الناس كتيرة بتصوت كل واحد عنده معيار مفيش معيار واضح كل الموضوع اللي ويفا او الفيفا او سيفر يعني اللي بيقدم الجايزة بيقول فيه اداء يعني اداء ببناعا على اداء وفي حافل المحلية والدولية وكله بيطلع ناس تتكلم وفناس تقول عندك مش اعرف المعيار هو البطولات ناس تتكلم عنه ان المعيار هو الاداء ناس بتتكلم عن ان المعيار هو البطولات مع الاداء ناس بيتتكلم عن burger هو الاركام الاركام غير الاداء فحاجات كتيرة في صراحه والموضوع بقى بقى شائق جدا. طيب فيه ناس بتقول لازم نتجاوز او نتهاون عن الجائزة دي او يعني الجائزة دي مش مهمة ولا تصلح او ليست ذات قيمة او شي. خليني الاول ابدأ بمباركة لمحمد صلاح على التواجد في القيمة دي لان هو موثل العرب موثل المصريين والتواجد في الجائزة اللي فاتت كمان جائزة اوروبا. اتكلم على فكرة ان الجائزة دي بدون قيمة. الناس بتكلم بدون قيمة. هي الحقيقة يا جماعة ان هي بقيمة. والحقيقة ان الجائزة دي مهمة للعبين على الاقل. حتى لو مش مهمة لك لازم تفهم حاجة. انه مسلا انا كنت بتكلم في جائزة اوروبا. ان مدرت شلاز تحق التواجد. اه وقلت انه فالناس بتقول لك يعني يا عم انت ما تشغلش بالك بالجائزة دي ومتتكلم في عنا. بس في حاجة لازم تفهمها ان الجائزة دي لو فعلا بعض اللاعبة بتخش الجائزة دي. بسبب ان هي توجودة في نادي معين. يعني مسلا ريال مدريكا نادي اكبر نادي في اوروبا. اه ليه اسمه كبير? فممكن بيخش بعض اللاعبة بسبب قواته الاعلامية الكبيرة. فده بيشجع لعبة تانية تروح له. فلازم تفهم النقطة دي انه حتى لو انت تجهلت الجائزة او حتى لو كل الناس تقريبا انت جهلت الجائزة اللاعبين مش متجهلينها. وده ممكن يأثر في قرار اللاعب بالانتقال من النادي الاخر. يعني بعض الناس ممكن تبدأ تتكلم عن العكس مسلا ان هما وان كان هو مقدمشوا مستوى كبير لكن لو نيمار مسلا كان قدم مستوى كبير وتم استبعاده. كانت الناس ممكن تقول له انه ساب برشلونة لو النادي الكبير اشهر من باريسان جلمان. وان اه قرار زي ده يخلي بعض اللاعبين يفكروا انه هما يغيروا اه فكرهم من وجهتهم من النادي الى اخر لانه عايز يفوز بالكرة دهبية عايز يترشح على الاقل. اه فدي نقطة مهمة قوي. بالتالي اه 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 دي نقطة. في نقطة تانية انه بعض الناس بتتكلم عن انه اه اه ليانو الميسي يستحق التواجد. طيب ما بي يستحق التواجد طيب انتوان جريزمان يستحق التواجد. طيب اه بس للاسف للاسف اه في ناس بعض الناس برضو بعض بعض الناس اه يعني بتقول مسلا ميسي يستحق التواجد وتستا او بتقول مسلا جريزمان استحق التواجد وتاخد اه زي كده ايه سلسلة طويلة من الناس اللي معاهم المؤيدين لهم بس ما بيقولش مين اللي يستحق التواجد مجام مين. والصراحة انا شايف ان دي رسالة خايبة شوية لما انا اي حد بيقول حاجة زي كده انا بشوف ان هي رسالة خايبة لان انت اه كمحلل احنا كمحلل لازم يكون لنا رأي او انت حتى كشخص لازم يكون لك رأي. ورأيك ده ما ينفعش وانا بجي اجي مسلا حيني نحط تشكيل الاسبوع او تشكيل الشهر او تشكيل السنة تيجي تحط لعيبة كتير وبعد كده حد يقول لك اين كزا? قولي اين كزا ده مكان مين? ده الرأي السليم المفهوم اللي انا احترمه تماما مساء الفل عليكم كلكم مش هبه مساء الفل عليكم كرام مساء الفل اللي عليكم. فده الرأي السليم اللي انا افهمه واتفهمه لما حد يقول لي التشكيلة دي ينقصها كزا تقول لي ينزل مكان مين? ساعات هنبدأ نعمل ده الشخص اللي هو موجود في التشكيلة دي يستحق واللعب التاني انت اللي بتقترحه يموجود. فده نقطة مهمة قوي. ما ينفعش حد يقول لك اه جريزمان استحق. ما ينفعش حد يقول لك ميسي يستحق. ما ينفعش حد يقول لك مدرت شيطلع زي مثلا زي حالاتي مسلا لما كنت بتكلم في اوروبا. من غير ما يقول حد تاني. يعني ده مهم جدا. من لازم حد يقول حد تاني يقول خش يستبعد الا ما يقول لك مين البديل. عشان نبدأ نخلق نقاش مش نقاش مايع. مش نقاش نيجي نحن نتكلم انه لعبي يستحقه يخش. من غير ما اقول لك مين اللعبي اللي هو ما يستحقش. اللي هو يستحق يخرج مكانه. عشان يدخل اللعب ده. ده مهم. ده مهم جدا عشان انا بحس انه احيانا احنا ما بنقولش احنا والواحد سعبة بيصب عليه نفسه زي بقول لك لان احنا بتشتم. انا بتشتم مسلا لان انا بقول رأي كله كامل. من غير رأي مكتزة. فساعات بقى وما تشتم كتير وحاجات كتير قوي. اه اه اللي هو يعني زي ما قلت لكم. رأي مكتزة لما تقول في لاعب معين يستحق يدخل لازم تقول لي مكان مين. ده ده دي خلاصة الكلام يعني. او اللعب لازم يطلع لازم تقول مين يقول يدخل مكانه. طيب. اه نخش بقى في اللعبين اللي هم موجودين. طيب احنا عايزين نتكلم. اه انه انت اخترت طبعا انا هكلمكم بصراحة اخترت ليه? اه لوكا مودريتش ليه? لوكا مودريتش قدم اه كاس عالم خرافية. رائعة. ممتازة جدا. طبعا مش مش ده قسطوري مش مارادونا يعني اللي لعب كاس العالم. اه مش باولو روسي مش روبيرتو باجيو مش كده. اه لوكا مودريتش وقدمش المستوى. لكن قدم مستوى رائع وهتصور ان هو اه الناس اللي حتى بتشتمني بتقول لي انت جاي على لوكا مودريتش او جاي على ريان مدريد او جاي على واتفر. اه اه يجي قولك انت بتكرهه. تكره ريان مودريتش تكره كذا. طب اقول له ما انا هو بقول ان هو استحق اصلا جايزة افضل لعب في العالم في كاس العالم. فمش منطق ابدا ان انا واحد يكون مكراه. او انت تقول كده حاجة زي كده. طبعا هيوصل بقى بيخياله يقولك انه لا ده انت علشان هو بيالعم مع Face XL. حينوصل مع آآ كرواتيا مش بيالعم مع رائع عشان بس كلمة كواس جدا دي ممكن توطر بعض الناس لكن. في نفس الوقت لوكا مودريتش هل هو كان افضل موسم لوكا مودريتش? هل افضل أفضل تلت مواسم حتى لوكا مودريتش? انا لا اظن بالله. لوكا مودريتش في في ريال مدريد ريال مدريد لما كان في النص الاول من الموسم ريالما دي كان عنده مشكلتين او تلت مشاكل حتى طبعا هي متعلقة بالتلت خطوط اولا كان الفريق عنده مشكل تهديفية يعني رونالدو كان بيضاع كتير بنزيمة كان بيضاع كالعادة جاري سبيل كان مصاب اسنسي يمكن ما كان بيلاعب كان بيقدي لكن هو ما كانش بيلاعب كتير فكان فيه ترنح شوية في الفكرة دي تالي حاجة تانية بخصوص الدفاع الدفاع كان مرضو عنده مشاكل تالت حاجة ودي كانت اهم حاجة بالنسبة لي استعادت الكورة ريال مادريد لم يكن استعادت الكورة بسهولة كان عنده مشاكل في النقطة دي وريال مادريد كان آآ آآ كمان صناعة اللايب عنده آآ كان بعض يعني ما زال كان مستمر لحد ما في صناعة اللايب شكل جيد لكن برضو مش بنفس المستوات اللي كان باقي ده الفين وسبعتاشر مثلا ريال مادريد فالفين وسبعتاشر كان فريق مذهل كان فريق رائع ما تقدرش تدخيل ان انت ان الفريدة حتى لما كسب باير الميونيخ ممكن بمباراة مسيرى للجدل بس انا في النهاية الفين و سمعتاشر شفت الفريدة كان رائع كان فريق فعلا تقول لا لا من غير ما اتفكر انه فعلا كان الافضل امكان في بعض الامبارات ممكن فريق تفوق عليك زي باير ريمينيخ لما تفوق عليك لكن في المجمل تقدر تقول الفريق ده بقدم افضل مستوى لانه حتى لما انتك تقول انه الريال ما ديك كسب باير ريمينيخ بمساعدة معينة او مباراة مسيرى الجدل في الفين وسبعتاشر مش الفين وثمانتاشر ده لا يعني ان هو اه ما كانش للمستوى الافضل للفريق في اوروبا مثلا او افضل مستوى في اوروبا لانه ممكن جدا افضل فريق في اوروبا برضو في بعض الامبارات يعديها بصعوبة او بسبب دفعة معينة زي ما حصلت حتى مع برشلونة نفسه في الفين وتسعة برشلونة اللي هو المزهل الرائع بتاع بيب جورديولا قدر انه هو عادة شيلسي مساعدة تحكمية فدي نقطة مهمة لازم تقوضها معاك فريان مادريت في الفين وتسعة عد بايرون منك بتعتبر في رأيي مساعدة تحكمية لكن في نفس الوقت كان افضل مستوى في اوروبا وده من افضل المستوى اللي كانت في الانه كان لوكا مودريتش لكن لوكا مودريتش في عامل تسعة مكانش كده ابدا يا شباب لم يكن افضل المستوى لولوكا مودريتش ولم يكن افضل تلت مواسم من موت لوكا مودريتش والكلام ده انا في رائي يعني حتى استغرم من حد يبقى مختلف عني فيه لوكا مودريتش الفين وسبعتاشر رائع الفين يعني اكتر من من موسم انا بس مش عايز احدد لحسنان دي يوعد يراجع لي وراي لكن انا متذاكر يعني زاكرتي بتقول لي ان لوكا مودريتش دم ليه يكون افضل من افضل ثلاث مواسم ليه طيب نروح لفكرة ان هو لوكا مودريتش فاز بدور الابطال ووصل لفاينال الكاس العالم يبقى هو يستحق التواجد عشان هو ادى موسم كبير جدا في كاس العالم في طولة كاس العالم طمه هو رفايل فران رفايل فران فاز بدور في كاسر عالم. رغم ان انا فاران كان يعجبني اكتر من قمتيتي في كاسر عالم. لكن لاتنين. ده اقدم مستوى كبير. وعشان دور الابطال بس. احنا مجب نتكلم بارد دور الابطال. نتكلم في جهاز الزباست دلوقتي. ففي حاجات يعني ايه. فكرة المعيار البطولة ده ما يدخلش دماغي ابدا. طب صلاح. صلاح. هو دي مصيبة برضو ان انا مصري. فدايما هيتم اهتهامك ان انت مصري. يعني دايما هيبقى اي مديح لصلاح انت عشان انت مصري. انا صلاح في روما كنت بقول ان صلاح عينقصه بكتير جدا. كنت بقول انه تهديفيا محتاج يتحسن بشكل كبير. محتاج يبقى عند شخصية اكبر في الملعب. محتاج ان هو يشارك في الهجوم اكتر من موضوع الخط ده. لما كله بتطور في مستواه. اتكلمنا. لكن فكرة ان انت كلها حاجة انت منحازن مصري ده ارهاب فكري غريب جدا. فلا. صلاح قدم مستوى كبير جدا. صلاح قدم مستوى كبير في البطول في البريمير ليكس. صلاح قدم مستوى كبير جدا في دور الابطال. في كاس العالم حتى وهو مصاب وحتى هو مع متخب اعتبر ضعيف جدا في كاس العالم طلع الواحد تلاتين على اتنين وتلاتين سجل هدفين. منهم هدف طراق الاتجزاء طبعا لكن الهدف التاني كان مش من كان من اللعبة عادية. فبالتالي اه ملعبش في كاس العالم كويس لكن صلاح قدم مستوى مزهل في كاس العالم. اه اصدف في دور الابطال وفي البريمير ليك. فيعني انا مش عارف ليه اصلا دايما ميسي على حساب صلاح. لا. لو ميسي يبقى على حساب مدرج. ده اللي انا فهمه. لا بالعكس ده ميسي على حساب اه يعني لو صلاح انا بالنسبالي صلاح بالنسبالي كموسم كامل افضل من مدرج ورونالدو. يعني اه ممكن انت تبقى مختلف معي. ما عنديش مشكلة. بس صلاح مش صلاح مش حمار كده اه يا جماعة عشان يعني تحسسون ان احنا جايين على واحد مسلا جايبينه من الشارع عشان رشحه عشان مجرد انه مصر. ده مش منطق. يعني ماينفعش جده يا جماعة يعني يعني الراجل برضو انت قدروا اللي هو عمله في البريمير ليج واللي اقدر اللي هو عمله في دوري ابطال. طيب اه رونالدو رونالدو نص موسم سايق جدا. سايق بكل المقاييس لكن في اول الفين وتمنتاشر بداية الفين وتمنتاشر. بتكلم من يناير. محشب حدش كلام ده يا ابطال. لا يا رونالدو في الدوري قد مستوى كبير جدا في النص التاني من الدوري. يعني ودور الابطال طبعا كان كل الناس ظاهر لها. فمستوى كبير جدا في الدوري. مع انه اصلا لعب عنده الى اعلامية جبارة. الى اعلامية جبارة وعنده تعاطف مستمر. اه فده شيء اه يعني اه ممكن قبل انه يترشح عشان. ففي حاجة محمد عواد صديقي قال كلمة كويسة جدا. وده برضو انا موافق جدا عليه. لأ هو فكرة انه اللاعب الترشيحات دي بتخلق الانطباع العام. يعني الانطباع العام الناس بترشح اللعيبة على الانطباع العام. اه الناس كلها راحت مع مدرش فجأة مدرش احسن لعب في التاريخ. لأ مدرش لاعب عظيم جدا. مدرش من افضل لعبي خط الوسط في اه في اخر خمستاشر سنة. طبعا. ده مفيش جدال يعني. مدرش اه من احد علامات ريال مادريد في الفرحة مرحلة الزهبية بتاعته في الخمس سنين اللي فاتت دي. لكن مدرش لم يقدم افضل مستوري في الفين وسبعتاشر. والله العظيم انا مدرش ممكن افهم في الفين وسبعتاشر. يعني في الفين وثمنتاشر دي حاجة مش دخل لدماغي ابدا. اه اه هتقول لي كاس العالم هو عشان هو لدخله. طبا. وكاس العالم يا جماعة كان في وجود اكتر من لاعب. زي ما بقولك اه فران امتيتي جريزمن آآ 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 كبير. وكمان حتى في الموسم في بعضهم قد مستوى كبير. زي آآ آآ زي أمتيتيو زي جريزمند. جريزمن على فكرة مقدمش افضل مستوى كبير ليه في 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 الدوري. يعني في الدور ما كانش يقدر كده. لكن في اليوروبا ليه كان مميز في كاس العام كان مميز. آآ 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 مبابي اقدم مستوى كويس جدا من باريس بس باريس طبعا تقسل على الليجة في دور الابطال كان كويس لكن برضو طبعا كان عنده مشاكل طبعا كان كويس في الدور لدور المجموعات. قدام ريال مدريد كان ريال مدريد قدر يحسب المواجهة. آآ لكن في كاس عام كان مستوى كبير جدا. ومش كل الموراية لكن مستوى كان كبير. بالتالي لو انت خدت بحير كاس العالم بس عشان تبرر وجود مدرج ده شيء غريب. رأيي. تاني حاجة ان انت يعني بتار في لسانك انت تار في لسانك قبل كده كنت بتقول ان الارقام بتقول كل شيء. وده صح غلط. يعني انا مش بقول لك ده صح. بس انا كنا بحى صوتنا زي ما ده على رأيي طبعا الصديق احمد عثمان ابوزة كان بيقول كده حتى انت طول بقلك سنين بتتكلم عن الارقام هيا الفاصل وبعد كده تتكلم على دلوقتي الاداء. مدرج كاداء حتى مش مش افضل اداء في في السنة دي. فشيء غريب جدا. بالنسبة لمحمد عوال اركعتها محمد صديقي انا بزي اقول لكم عجبني كلمته الانطباع العام. لكن انا مش وافق محمد في حاجة. محمد انا حابب ان هو يرد علي في النقطة دي. ان محمد قال ميسي يستحك الدخول. وانا مفق على فاك ان ميسي يستحك الدخول. لكن مقالش محمد مين يستبعني. فدي ما عجبتنيش منه بصراحة. وده طبعا عتاب على شهر صديق صديق عزيز جدا علي. يعني ما حدش حيقدر يعني يقدر يفرق بيني زي ما احنا اصدقاء كتير. لماذا كل هذه السرسرة كوراك لازم افسر يا سيف بعض الاشياء. اه فزي ما قلت لكم ميسي يستحك. لو لكن انا اصلا حتى من غير وجود ميسي. من غير وجود جريزمان. من غير وجود بابي. انا اكشاف التلاتة دول يستهلوا عن مثلا عن مودرج. اه في لاعب اكتر او تستهلها مودرج. ده يعني بتقول لكم امتيتي اللي هو مقدم مستوى كبير في الليجة وقدم مستوى كبير في كاس العالم. استهل عن مودرج. في لعبة طب بنبعد عن برشلونة عشان حدش اكلمنا عن برشلونة. كيفين دي بروينا. افضل من مودرج السنة دي بكتير. بكتير. طب كيفين دي بروينا في السيتي ممتاز. كيفين دي بروينا في كاس العالم رائع. اه رغم ان هو اه يتظلم مع روبرتو مارتينيز شوية. لكن في النهاية كيفين دي بروينا كمستوى احسن. صح او لا يا شباب? اه انا هقول ماشي اللي عندي او ترشيحي لكن في النهاية انا عايز بس يبقى عندنا تفكير منطقة. اصلا لما بقول على طول الناس بتاعه تشتم. انا بقولش امتيتي يستاهل يدخل. انا بقول انه بالمعيار يا محمد اه بالمعايير بتاعتين هو قدم مستوى في كذا. وقدم مستوى في كاس العالم رائع من نخطر. مش منطق. اه فهي الفكرة كده. انا بتكلم انه لازم يكون انت عندك معيار ثابت. متعودش تكلم كتير في حاجات غريبة. زي مسلا نحاول لكم على الحقيقة. عشان برضو دايما نثبت لك ان انا مش منحازل فريق على فريق. اه انا قبل كده قدمت فيديو حعيد اللي انا المحتوى بتاعه من تاني. لما كنا بنتكلم عن انه اه في ترياقة كان بتحصل على رونالدو لما كان حد بيقول لما ميسي كان مكتسح الكرة دبائية كان بيقول ان رونالدو مظلوم بالفريق اللي هو بيلع فيه. اه وخلاص. البرشونين كانوا يترياقوا انه فيه فارق كبير في المستوى المديني كانوا يقول فيه فارق كبير في الريال مديني دو برشونة كان مستوى برشونة اعلى بكتير. والتالي رونالدو مظلوم بالفريق اللي بيلعب معي. فبعد كده برشونجوم اما غيرين التالي وبيتكلم انه لا ميسي دلوقتي مظلوم بالفريق اللي بيلعب معاه. اه ورونالدو معاه فريق يعني يهد كبال. فلازم نتوحد معيارك. لما انحاق وحد معيارنا ده مهم لانه احنا هنفضل نكيد في بعض وخلاص. وانا هنوصل لمرحلة اللي هنوصل في بعض ومش هنوصل لحل يعني مش هنوصل لحل قدر الامكان ان احنا مشكلة تكلم بعقل ومنطق لا ناس بدون عقل ولا منطق. بحاول يا معتصم قدر الامكان ان اخاطب الناس اللي عندها استعداد تسمع. الى حد ما. في نظرك محمد صلاح قدر مستوى احسن من ميسي وجريزمان. محمد صلاح مقدمش كمستوى مش احسن من ميسي لكن قريب جدا ميسي ويمكن افضل منه وبعض في الاوقات. يمكن في النص التاني المسلم محمد صلاح احسن من ميسي في رأيي. اه محمد صلاح طبعا نقدر مستوى حسن من جريزمان. لكن انا زي ما ارجع وتقول انا بقول محمد صلاح اصلا ازاي محمد صلاح هو اللي بيخش في الحزبة دي بتاعت انه ميسي يخش مكان ولا جريزمان يخش مكان. لأ. لانت لازم تبدأ بمودرش رونالدو قبل صلاح في رأيي. يعني صلاح مودرش رونالدو عايز تبدأ تستابع لحد فيه وما تبدأش بصلاح ابدا. ايه المنطق اللي يقول لك تبدأ بصلاح عشان صلاح مفاش تبقى القبل. ايه ايه المنطق ده يا جماعة? هو انا عشان آآ آآ كورة دخل كورة طلعت? ولا عشان خطر فريق آآ اقل ولا فريق اقوى? وفريق وسل فاينل يعني فريق ليفر بول مش بيتكلم عن آآ احنا مش بيتكلم عن فريق حتى ما ما بتآهلش الدور الابطال ولا لعب ولا خرج ما دور مجموعة. متكلم عن فريق وسل فاينل. احنا متكلم عن فريق وسل فاينل اللي هو مش منطق اصلا. مودرش وسل فاينل. يعني مودرش وسل فاينل في كاس العالم. ما خدش كاس العالم لو هي بالشكل ده. بس مع ذلك انا آآ شفت ان هو يستحق اللقب افضل لعب في كاس العالم. هل هو لازم يتختار من 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 فريق فاس بكاس العالم هو افضل لعب في كاس العالم? لا طبعا. بالتالي كل حاجة الصلاح القابه الجامعة صفر تولى على القابة يا جماعة جماعة الالقاب دي حاجةاه حلوة طبعا كويسة لمجهود النادي ولא�سم النادي لكن هل الآلقاب كل حاجة لا طبعا عدد مش كل حاجة وهذه لتسمع جايزة افضل لا مش جايزة افضل نادي يعني لما نجيني الآفاء لادي هيبقى ممت صعب جدا ان تختار افضل نادي مفاج belقاب او مستحيل لكن أفضل اللعب مفاشر الكاب يعني 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 فمش منطق يعني ما تفترض اسلوب التصويت شكرا يوسف ان انت فكرتيني بحاجة من الحاجات انا عايز اتكلم فيها انا قلت قبل كده الاسلوب ده في الفين وسبعتاشر في الفين وسبعتاشر قلت بالزبط انه انا عندي اقناعة انه الاداء هو الفيصل الاداء هو الفيصل لعب لعب بشكل عظيم هيتم اختيار لعب لم يقدم بشكل عظيم لا يتم اختيار لكن لما يكون فيه تقارب في المستوى فيه تقارب في المستوى ممكن رجح الالقاء جميعا حتى لو اللعيب الاقل سنة قدام لعيب اعلى سنة منه وسوي سنة انا بقول حاجة بسيطة ممكن سعيدة اللعيب الاقل اعليه على او فوزه بالجايز عشان هو فاس بالالقاء لكن لما يكون فيه هوة كبيرة بين لاعب ولاعب وفوز ده عشان فاس بالالقاء ده مش منطق بالتالي مدرش مش افضل مستوى ليه ومدرش كلاعب اعظم من حمد صلاح طبعا واعظم من جريزمن وتاريخه اكبر من الاتنين لكن مدرش مقدمش مستوى بير انا اه كانافارو كانافارو برضو كان شي غريب كانافارو وان كان كانافارو كان يواليوفينتوس رائع يعني لكن برضو تم ترشيحه في 2006 طب سؤال سؤال لو سؤال في 2006 جماعة اه مشكلة برضو ان هو ده متعلق بلاعب في ريان مديد انا هل هل انت كنتمستهجل وجود كانافارو هل جنتم مستهجل وجود كانافارو او فوز في كانافارو بتجاهز الكرة الدهبية حتقول لي لو قلت لي هه دي بقى انت ده تعريبا قريب العجيات ده من حالة مدرش كانافره حتقول لي عشان لأ اصدف ND ودور ابطال ودور ابطال المدرش اولا كان ليه عطاءات في دور ابطال لكن برده ما كانش عطاءات كبيرة او مذهلة يعني تعطيب كذن كان قد مستوى كبير لكن مش مستوى خرافي يعني تاني حاجة ما ننساش حاجة مهمة. انا قلت قبل كده ان الريال مادريد 2017 غير ريال مادريد 2018. ريال مادريد حتى لفق بعض شبارن منخ المسير لجده 2017 لكن في مجمل العام كان هو فعلا اكتر فريق حسيت انه قدم مستوى كبير في دور الابطال. كان 2018 لم يكن اكتر 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 فريق قدم مستوى كبير في دور الابطال. في فرق اكتر منه قدمت مستوى اكبر. وبالتالي حاجة تجنل صراحة يعني انا اه يعني انت فريق الريال مادريد اه مفزش بالليجة. ومقدمش مستوى في الليجة تقريبا اغلبها. وفاز بدور الابطال ببعض يعني الظروف الخاصة جدا. مش هقول يعني عشان متكلمش اكتر من كده. وفي النهاية يتم اعتبرنا هو ده المعيار. مش منطق يا شباب. لكن مدريد ممكن نديله جايزة على حد يقول لك. لا نديله على كل عطاقته. ما ندي بقى لعيبة كتير قوي على كل عطاقتها قبل كده. مش منطق يا. طيب ما نيجي ندخل بقى اي لعب من اللعيبة اللي اتظلمت. طيب ومش عارف مين اتظلم قبل كده. ممكن ندخله ونكسبه بعد كده. انيستا مساء يا سبيل مساء. انيستا انيستا هقول لكم على حاجة. انيستا عشان بس محدش يفتكرني ضد الريامة ديت في طول وقت. انيستا ما كانش يستاهل في الفين وعشرة يدخل اه 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 في جايزة افضل لعب على فكرة. في ترشيح بين التلاتة هو طلع التاني. فاكرين انيستا يعني عايز اقرى بعض التعليقات كده لما افكركم بموضوع انيستا ده. الفين استا الفين وعشرة. انيستا كان مصاب تلت شهور في السنة واربعة شهور في السنة. وانيستا مقدمش مستوى كبير او في كان طبعا كان بيقدم مستوى كبير لما بيرجع لكن واحد مصاب تلت اربعة شهور. وسجل هدف اه لاسبانيا في نهاية كاسعة عام. فدخل في افضل ثلاثة. رغم انه انيستا ما كانش يستاهل خاصة. الناس كان بتاعة تتكلم ان شنايدر تزلم وميسي ليه يفز بيها لكن الناس ما اخدتش بالها من الترشيحات. انيستا ما كانش يستاهل يدخل في الفين وعشر. شافي كان يستاهل. ميسي كان يستاهل. شنايدر كان يستاهل. اه وشنايدر مش بس عشان فاز ببطولات وكلام. لا شنايدر قدم مستوى كبير جدا. دي جميليت وقدم مستوى كبير. ما دخلش في افضل ثلاثين. حاجات غريبة جدا. ده تقريبا اغلب الكلام اللي عندي. اه هفكر مين اللي يدخل يستحك الدخول في الجائزة. يعني انا شايف ان صلاح يستحك مية في المية يدخل في الجائزة. انت افضل لعب. ان يستحك انيستا يستحك كتير في الفين وعشر. لا ما يستحك. كان ممكن يستحك في الفين وعشر. في الفين وعشر انيستا كان عادي جدا. وكان سيء. بالعكس كان في بعض الاوقات. كان مصاب يا جماعة كان مصاب في الاوقات كتير. بعد ذلك داخل بسبب ان هو سجل هدف في نهاية دور للابطال. يعني ان هي كاس العالة. بالعكس في اسبانيا كفيها العيبة كتيرة كويسة برضو في كاس العالة. فشيء غريب بصراحة في رأيي. محب الكرة كتنا. وانتطافك معي بخصوص اندريسة في الفين وعشر شكر يا سيف. ان انت مطافك معي. رغم الاتفاق الاختلاف يا جماعة مفيش مشكلة. اه لو مدريتش كان اندريسة ما كانش يدخل وارد لا ما عرفش ما عرفش كان هيدخل ولا لا. لكن في حاجات كتيرة ما تخش العقل بصراحة. يعني ان يستى في الفين وعشر مدخلش العقled مدريتش ف twenty doors에 مدخلش العقل مجرد ان هو كان متقلق في بطولة كاس العالم. اه يعني انا ممكن افهم المدرب المنتخبات مثلا. يعني المدرب يتقلق بكاس العالم. ممكن افهمها ليه? لان المدرب المنتخبات ما عندهش الى البطولة دي. يعني ما عندهش الى البطولة دي عشان هو يستحق او ياخد الاحقية دي. لكن لعيب لا. اللعيب مش نقدم مستوى كبير في كاس العالم يدخل فأقول لك على حاجة كمان يدخل في كاس العالم يدخل في الترشيحات لو مفيش لعيبة تانية تستحق ممكن نفهم ساعة لكن في لعيبة تانية يستحق ميسي يستحق جريزمان يستحق مابي يعتبر انا في رأيي افضل من مودرش برضو فحتى وكل العيبة المتكلم عنها دي افضل من مودرش مش افضل من صلاح يعني انا يعني ميسي بس يمكن الوحيد الافضل من صلاح يعني افضل من صلاح فعايز الترشيحات ايه رأيك شنايدر عشر كان اكبر زوم كان من احد الظلم طبعا على الاقل الترشيح يعني وان كان ميسي كمستوى حتى لو مفازش بالقاب ميسي خرافي يعني وفيها كمان عايزين ما ننسهاش هو ليه اللي استهنى بالليجا كده يعني الليجا دي حاجة مثلا الدور الهولندي مثلا يعني لما فريق زي برشلونة فاسب الدوري ودور الكاس ومش حاول فاسب اداء كبير لان البرشلونة فاسب في بعض الربعات كان موفق لكن هو في النهاية اتصور ان هو فريق كان الاكثر استحقاقا بسبب اخطاء اخرين يمكن بالفيردي مقدمش مستويات كبيرة في بعض النبرايات لكن في النهاية فيه تلات لعيب ظهرين جدا في برشلونة ميسي امتيتي ويتيريش تيجن في النهاية حتى امتيتي خرا في اخر شهرين كده فبقى ميسي ويتيريش تيجن بالتالي ميسي ده مليسي من افضل اربع خمس مواسل ليه في تاريخه انها السنة دي دي بالتالي انت رشحته قبل كده كثير فمزاي ما رشعتوهش ريبري يا كابتكات اكبر في تحل فيه كان من احد اللي استحقوا برضو يعني افضل من ذلك لكن يعني ايه برضو حيضا يرجعني فكرة الناس باتت راحت لريبري لان هو الفاس بكل الالقاب صح طالما بالشكل ده لكن ريبري اقدم مستوى كبير جدا في وقتها روبين اقدم مستوى كبير جدا في وقتها الريال قوة اعلامية كل الريال اول برصة قوة اعلامية والبرصة ما عندهش قوة اعلامية برصة عنده قوة اعلامية الترشيحات الحراس الشمايكل احساب نفسه اوش تيجر ما هو عشان كده انا قلتلكم لو تفتكروا قلتلكم ان الفيفا بيحب جدا يعني يكون فيه ايميل بطولته طبعا لكن الفيفا مليوش دخل برضو ترجع تقول الفيفا مليوش دخل ده موضوع مصوتين تماما في الفين وستة تمانيا استحقها كان فيه لعيبة كتيرة مش متذكر طبعا يعني زيدان مثلا قدم كاس علام رائعة هل مثلا عشان مفاسش بكاس العالم انا لغيه مينفعش مش متذكر مستوى زيدان مع الريامة دي في الفين وستة بس مظنش كان مستوى عالي قوي فيمكن ده من الاسباب لك الريامة زيدان في كاس العالم كان رائع افضل من كانافارو يعني مفيش كلام يعني فالليجا ملغية وفيه بطولات ملغية مرغم من الليجا دي ممكن تبقى اقوى من بطولات تانية يعني فاهمين قصدي هنري كان رائع صحه ففيه لعيبة كتيرة طيب خلينا نفكر كده مين افضل اللاعبين يعني كانوا يستهلوا التواجد في القايمة انا في رأيي ميسي وصلاح يستهلوا تماما يعني ميسي وصلاح وارجع اقول انا مش مستهجن قراء حتى تضمن رونالدو حتى تضمن بابي حتى تضمن جريزمان دول حتى لو حطيت التلاتة دول واستبعدت يعني مش هقول استبعدت ميسي وصلاحا انه برضو انا شايف ما زلت دول اي واحد من الناس دي انا موافع عليه لانه هم قدموا استويات كبيرة في كل البطولات تقريبا لكن مودريش انا شايف ان المودريش لا مودريش لا فعلا يعني مش عارف مش عارف انتو الناس على اي اساس شايف ان مودريش استحقوا لكن انا مش رفتش مودريش كبير السناتي وطبع رونديني وصح رونديني كان خرافي دي بروينا دي بروينا لا يدخلش في اخي اول ثلاثة لانه في النهاية حاول لك ايه يعني مش عارف حقول ايه ما صعب تختار من البريمي اللي يجي اتنين لكن دي بروينا كان رائع اكيد افضل من مودريش يعني يعني دي بروينا اللي ما دخلش في تشيحات اصلا اكيد افضل مش انت متخيل الجنون انه فيه لاعب ما دخلش في افضل اه 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 خمسة ولا ستة ولا سبعة اه اه وفي النهاية اه هو مش افضل من مودش فيها بس اه لا تخرج خليك من القائمة من فضلك طب انا بحاول قدر الامكان اوصل لحاجة يعني انا ده بقول لك ميسي وصلاح انا شايف ان هو لا استهج ان ابدا وجودهم واحد من رونالدو او جريزي انا هم بابي انا هستبعد من بابي لان هو في النهاية الدور الفرنسي مش مقياس قوي وهو في دور الابطال ما كانش ما وصلش مش حاول ما وصلش لكن هو ما قدم بس دور المجموعات كان كويس هو في كاس العالم برضو كويس لكن في الدور الفرنسي دي مشكلة 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 انت برضو ما تقدرش ايس مستوى عليه طول الوقت فانا يعني اه ورونالدو قدم مستوى كبير بصراحة في دور الابطال وفي الليجة في النص التاني من الليجة فحيكون ميسي وصلاح واحد من رونالدو وجريزيمن ده ده ترشيحي في رأي يعني دي بروينة كان رائع اه بابي كان كويس لكن لكن دول كلهم يستحقوا افضل من مودش ده في رأيي مستاني رأيكم قولوا لي رأيكم ميسي صلاح جريزيمن ممكن ميسي صلاح رونالدو ممكن برضو يعني مفيش اي انا انا محترم الاراق ما عنديش مشكلة ابدا ان انا احترم كل الاراق وافهم لكن جريزيمن على فكرة برضو ما كانش افضل من مستوى ليه السنة دي يعني مدر جريزيمن مثلا من السنتين او السنة اللي فاتتت انا افضل صح ولا انا غلطان جريزيمن مش افضل سنة ليه السنة دي فبردو شيء غريب شوية لكن مفهوم مفهوم يعني احنا بنختلف في الاراق ده طبيعي جدا اهم اعجب ان نشتمشه بعض لكن يعني حاولي اه في لحيب كده بتبقى الموضوع شاطط زياد ده انا في رأيي الموضوع يبقى شاطط اقوي زياد ده يعني انا في رأيي انه مدرج احيانا في بعض احيانا كان كروزبي بقى افضل منه في الريام مدريد يعني معرفش يعني يعني يمكن ليه يمكن ان اما شفتش كل المطشاط انا شفت مطشاط كتير جدا بشوف مطشاط كتير جدا الريامة دي وبرشونة صعب ان انا اشاطة الدنيا واقع مني انا ممكن الدنيا تقع مني في الدول الاقتالي شوية لكن دول الاسباني وانجيزي مش هتقع مني ان انا يشوف مسلا على اقل تمانين خمسة ومائن في مهم المطشاط على اقل بس ميسي برضو عايز اقول برضو ان هو تراجع شوية في النص ستان من الموسيوم يمكن ده برضو عمل له مشكلة لكن اه لكن هو مازال مازال كان مستوى كبير وتراجع دي مقارنة بميسي برضو انت بتراجع مقارنة ميسي زي ما على رأي صديق قررتك لتصريح مبارح بيقولك انه ميسي اه مستوى اللي قدمه في ورات اه انا عافل المباراة تعبانة اه 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 يعني خلى الناس تحس انه ده ده مستوى العادي لما بينزل عنه من الناس بتقول متراجع ودي حقيقة اه بس اه انا باتكلم عن الدور الروبي اردو مش انتقدر شروع لي هو افضل في بطولة كيف تفسر حصول مدرتش الاحسن لعافة في كاس العالم لا بيستحق مدرتش في افضل لعافة في كاس العالم طبعا انا في رأيي استحق مدرتش وهلفاز بكاس العالم وده ده ده الفكرة ممكن تروح للاداء للاعب اه ما حقاش حاجة في ما يفازش بالبطولة اه بس فيعني اه انا رأيي انه 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 احنا انا بنتكلم في حاجات بديهية يعني انا مش عارف هل انا شاطط عن الموضوع بس واضح الناس كتيره وافقاني اه 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 ومدرتش اه اه مكانش يستحق مش عارف يعني مش بس ما يستحقش اصلي فيه لعيبة تستحق او لعيبة ممكن تستحق يعني لما انا زي ما بيقول ما يقول لكم مسي صلاح رونالدا او مسي صلاح جريزمان مش مستهجن خروج لعب من الاربعة دول من المتاع او قصدي اختيار او تلاتة من الاربعة دول لكن استهجاني مدرتش طبعا المستهجنه جدا اذا كان كنت او قوم الليجة في المسا سيطرت انا مقولش مين قال مين قال بالعكس انا مقولش انت عارفيني يعني انا رجل بتعليجة اصلا اه اه لكن الانجليز شطر في تسويه بس مش شطر في علاقات مع الفيفة بس اه انا خلصت كلام يا شباب اه اه واتمنى يعني يكون هو ده اللي انا ان الكلام وصل للناس اقولولي رأيكم برضو اقولولي رأيكم مية الدنيا يعني مش هختار لانها جايزة ملاش قيمة ما هي الجايزة حق تاني محمد واضحا لمسمعتش ما قولوها الحقيقة محمد ان الجايزة لها قيمة وليها قيمة في سوق المركاته كبير اه اي لعب حيشوف ان مدرتش اللي هو في رأيي ما استحاقش الدخول ويكون ويكون موجود في الجايزة ممكن اقولك لا ده نريامة ده يوصلني او برشلونة لما ان يسته في الفين وعشرة كسب قصد ويصل الترشيحات ويقولك لا ده انا برشلونة يوصلني الجايزة دي تتفرق انا مش هروح فرقة تانية ده مؤثرة جايزة مؤثرة جدا ده انا بتكلم حتى على المستوى الاندية مش مستوى الالقاب كل واحد مع نفسه مفوز بالجايزة ويروح حطب بيته اللي انت تتكلم على تأثير على موركاته يعني تأثير على زمن تأثير على بطولات تانية اه قادمة لان اللعبات التقيلة دي لما بتختار بتختار بتأثر في في التاريخ بس هل تجوا ممصرية في تصويت اوروبي لان يصوت لصلاحه ومسي لا لا مفيش مزونش يعني الناس في انجلترا كانت في حفاوة كبيرة بصلاحه اه بس وبالمناسبة صلاح اللي انا شايفه يستحقه تماما صلاح لولا بروباجندا الانجليزية مكانش دخل يعني مكانش دخل اه صلاح لولا دابرة مكانش دخل يعني اه فلازم نفهم انه الفعلا الانطباع العام بيأثر جدا على تصويت المرشحين المرشحين اللي هما اه او المصوتين يعني اللي هما بيمسكوا بيتفرجوا ممكن بيكونش بتفرج على مدشات كتير طبعا انا اقول لك على حاج في مدشات كتير جدا بتلاقي في نفس الوقت مدرب الدور الايطالي انا دلوقتي يعني بشتغل كده مع احد الاندية المصرية فالاندية المصرية بيمدرب عنده ماتش وفي مدشات اوروبية شغال هيتفرج على يشغل بفريقه بالتدريب ولا يتفرج على ماتشات فرق المنافسة ولا يروح يتفرج على الدور في الدورات الاوروبية فمش منطق فاهمين قصدي بس لكن واحد زي نسي مش منطق ابدا مدخلش بصراحة واحد حتى يعني بالاداء افضل لاعب بالالقاب واحد واخد اللي جا والكاس ده اللي جا دي مش حاجة قليلة جماعة ومع فريق تعبان اصلا اغلبه تعبان اه وكمان عمل ارقام عظيمة يعني لو بالتكلم على ارقام اللي انا محباش اصلا اللي جوه ليها افضل اعلى مسجل اهداف اعلى صنع اهداف اعلى صنع فرص كلها اعضل اكسر من رواغات هو ميسي فمش مقتنع هل انت مقتنع بهذيك قاملنا ايها صراحة لا اشوف الفيديو بقى من الاول طبعا مش مقتنع وانا قلت ليه مش مقتنع وقلت بعض اللعيبة اه مدريتش مش كان سوبر ومش شايل تيم على كتاب فم انا بقول كده اه مستهجن الرأي بصراحة بتاع مدريتش مش قادر افهمها بصراحة لكن كل الاحترام للمصوتين اهم حاجة مكنش بيختاروا بعماهم ومن الوضع ان هم بيختاروا بعماهم بس في حاجة مهم عايز اقول لكم عليها انه اعتراف انه بعض الاحيان كنا واحنا منيك نختار تشكيلة للفرق على التشكيلة المثالية يعني واحنا مختار في موقع جول او في موقع تاني انا اظن ان هم في نفس القصة ساعتها ما تيجي تستبعد على العب كما تم اصيب فاكرين لما استبعدت رونالدوم 2016 من تشكيلة العام يعني تم قضاء عليها تم صحقي زيان بيقوله يعني تم اخترت لما اخترت فوز غلام الناس بتكلميني على المصري بالمناسبة ان انا عشان مصري بختار صلاح اخترت فوز غلام في 2016 افضل زهير صح اللي هو اللي بدايتها في يناير 2016 اخترت فوز غلام ايه اللي حصل اتمسح بكرامتي الارض طب ليه مش عارف فوز غلام مال وفوز غلام يعني وحش كخ عشان عربي بلاش ان ان هزامية الاوفر دي وان فيه لعيبة فعلا عرب احيانا بيكسروا الدنيا لعب زي فوز غلام لعب زي راد محلز قبل كده وراد محلز يعني من اللعيب الرائعة فبلاش الانكسار ده انا مش بقولك ان انت تروح تنحاز للعب العربي او تحس انه لا انا مش حرشع خوفا من العرب لكن لما تحس ان انت فيه لعب عربي جدير باختيار اختاره طبعا مش عيب ابدا افضل لعب في كاس العالم افضل لعب في ايروبا افضل لعب في ان شاء الله وصلاح اخره يصفق يا ابني اخره ايه يا ايمن احمر معرفش انت منين يا ايمن اخره يصفق وتصفق ده يا ابني في اول تلاتة انت اللي اخرك تكتب كومنت على فيسبوك يعني معلش انا اسف الكلمة يعني انا اسف المضطرتة يعني ارد لك اهانة عن اللعب وجوده في التلاتة اصلا شيء مهم يا شيء رائع حتى لو صفق صفق فين يا ابني صفق في حاجة عظيمة جدا يعني مش منطق قبل اللي تقوله ده يعني حاجة غريبة بصراحة طب مين حيفوز فيها مين حيفوز فيها هل ترشيح انا ولا ولا ايه من التلاتة دول انا شايف محمد صلاح افضل واحد شوف انا بقول لك من التلاتة دول اشايف محمد صلاح افضل واحد لكن التوقع التوقع ان دوكا مودرش التوقع ان لوكا مودرش هيختارها هيفوز بها تاني يعني ده التوقع بالوضع ده يعني انا توقعت في الاول جريزمان يعني لما توقعت قلت جريزمان عقلية المصوطين قلت حيروح مع الفاس بكاس ان هما هيفوز بالفيفا. لكن انا مش مقتنع ان الجريزمن يستاهل لو بيكون يفوز بالوطولة بالجائزة. لكن يوصل الترشحات وارد اقبلها تماما. الحاجة الوحيدة مستهجانة زي ما قلت لكم. بس انا قلت اللي عندي كده شباب. واتمنى يكون الكلام ملخص يعني قضى الامكان. بس انا كده هقفل الفيديو عشان خاطر لو عايز ارفعه اليوتيوب. هحاول ارض على اسئلة لكم في العشر ده اللي جاي ده قبل ما اقفل ان شاء الله. بس يعني يستحسن نكون برا الكرة الدهبية عشان انا خلاص اكللنا في كرة الدهبية قدر الامكان.